محمد كان الحسن تعددت مواهبه بين التأليف والإخراج والإنتاج ومع ذلك لم يحظى بالشهرة الكافية في ديسمبر عام 1943 ظهر اسم محمد كامل حسن كمؤلف لفيلم حب من السماء بطولة نجاة علي وبعد ثلاث سنوات شارك مع المخرج نيازي مصطفى في كتابة سيناريو وحوار فيلم راوية بطولة كوكا ويحيى شاهين وصار كامل مؤلفا معروفا خلال فترة الأربعينيات خاصة بعد أن عرض له المصري أفندي بطولة حسين صدقي ومديحة يسري واصل كامل رحلته الفنية في الخمسينيات فشارك في صناعة العديد من الأفلام من بينها أقوى من الحب بطولة شدية ومن القاتل بطولة سميرة أحمد وحب وإعدام بطولة عماد حمدي وهل أقتل زوجي بطولة محسن سرحان والحب الأخير بطولة هندروستوم ورقصة الوداع بطولة سامية جمال وفي عام 1955 قرر كامل أن يخوض مغامرة فنية مكتملة الأركان بأن ينتج ويكتب القصة والسيناريو والحوار ويؤلف الموسيقى التصويرية لفيلم الميعاد بطولة مجدة وبعد خمس سنوات وتحديدا في عام 1960 خض كامل مغامرة أخرى في فيلم أقوى من الحياة وقد جمع بين الإخراج وكتابة القصة والسيناريو والحوار ولعب بطولة الفيلم مريم فخر الدين وعماد حمدي توقف كامل عن مغامراته السينمائية وعاد عام 1964 لموقعه كمؤلف فقط في فيلم دعني والدموع بطولة نادية لطفي وأحمد نظهر وفي عام 1969 ظهر الفيلم الأخير الذي حمل اسمه مؤلفا وهو زوجة غيورة جدا بطولة زبيدة ثروت وحسن يوسف ورحل كامل عام 1979 بعد عشر سنوات من عرضه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر